بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و صلى الله و سلم على رسول الله و على آله و صحبه و من و لا هياكم الله و أهلاً وسهلاً بكم إخواني الطلاب و أخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الأول الابتدائي لمادة الفقه أسعد و أشرف أن أكون معكم و بينكم في هذا الدرس و الذي سيكون بإذن الله تعالى عن فقه الأذان و كما عودناكم و قبل بداية كل درس أن نستذكر و نسترجع معكم ما أخذناه في الدرس الماضي و سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن مدة أحسنتم عن مدة المسح و مبطلاته و ذكرنا أن مدة المسح بالنسبة للمقيم تكون يوم تكون يوماً و ليلة و أن بداية المسح من أول مسح بعد حدث و أن مدة المسح بالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها و كذلك يبتدئ بحساب المدة من أول مسح بعد الحدث و أيضاً مر معنا في هذا الدرس مبطلات المسح و أن المسح يبطل بأمرين هما انتهاء المدة فإذا انتهت المدة بالنسبة للمقيم و هي يوم و ليلة أي في حسابنا الحالي و الحاضر بأربع و عشرين ساعة فحينما تنتهي المدة فلا يمسح عليه و بالنسبة للمسافر بحسابنا اليوم باثنان و سبعون ساعة فحينما تنتهي هذه المدة فلا يمسح عليه و الأمر الثاني الذي يبطل به المسح هو خلع الخف أو الجورب فحينما يخلع الخف أو الجورب أي الشراب حينما يخلعه في أثناء المدة فلا يجوز بعد ذلك أن يرجع فيلبسه و يمسح عليه إلا أن يعيد الوضوء ثم يلبسه مرة أخرى و ذكرنا أيضا أن الحكمة من مشروعية المسح على الخفين هو التيسير على المسلم كما قال الله تبارك و تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر و مر معنا أيضا صفة المسح و ذكرنا بأن يبلل يديه في الماء ثم يمسح على ظاهر الخف أو الجورب مرة واحدة و لا يمسح من أسفل الخف و إنما يمسح على ظاهر الخف هذا أبرز ما مر معنا في درسنا السابق و ننتقل الآن إلى درسنا اليوم و هو ما يتعلق بالأذان نحن نؤدي كل يوم خمسة صلوات خمسة صلوات في اليوم و الليلة و تسمع أو نسمع الأذان لهذه الصلوات في كل صلاة نسمع لها الأذان فالسؤال هنا لماذا شرع الأذان؟ شرع الأذان لماذا؟ لأحسنتم نعم للإعلام بدخول وقت الصلاة فحينما يبدأ المؤذن فنحن نعلم أن وقت الصلاة قد دخل وقد بدأ أولا نريد أن نعرف ما معنى الأذان الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة و هذه الألفاظ المخصوصة ستأتي معنا بعد قليل إذن فالأذان معنى الأذان و تعريف الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة فحينما يرفع المؤذن صوته الله أكبر الله أكبر فنحن نعلم أن وقت الصلاة قد دخل أما حكم الأذان ما هو حكم الأذان؟ حكم الأذان للصلاوات الخمس المفروضة فرض كفاية على الرجال فرض كفاية على الرجال ومعنى فرض الكفاية ما معنى فرض الكفاية؟ أي الواجب الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين بمعنى أن الجماعة التي ستصلي يكفي أن يؤذن عنهم واحد فلا يجب عليهم جميعا أن يؤذنوا فإذا أذن واحد منهم فيكفي عن الباقيين فوكونه فرض كفاية بمعنى أنه لا بد على واحد منهم أن يقوم بالأذان فإذا لم يقوموا جميعا بالأذان فإنهم يقعون في الإثم إذن فمعنى فرض الكفاية كما ذكرنا أنه يقوم به واحدا منهم ويسقط الإثم عن الباقين هذا هو حكم الأذان هذا هو حكم الأذان ويكون للرجال دون أحسنتم دون النساء فهو واجب أو فرض كفاية على الرجال هذا ما يتعلق بحكم الأذان ما يتعلق بحكم الأذان ننتقل الآن إلى فضل الأذان وهذا الفضل الذي ورد للمؤذن قد رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حينما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة أولا دعونا نعرف ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم مدى صوت المؤذن معنى مدى صوت المؤذن أي غاية صوته ومنتهاه يعني حينما ينتهي به الصوت هذا معنى مدى الصوت وهذا الحديث العظيم يبين لنا فضل الأذان فإن الأذان لا يسمعه إنس ولا جن ولا شيء إلا يشهد إلا يشهد لصاحبه يوم القيامة ولذلك الأذان له فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى إذن عرفنا الآن فضل الأذان وعرفنا قبل ذلك حكم الأذان وكذلك تعريف الأذان ننتقل الآن إلى فضل الأذان ونريد أن نكمل جمل الأذان كما تسمعها من المؤذن جمل الأذان نريد الآن أن نكملها ثم بعد ذلك نرقم هذه الجمل ونعرف كم جمل الأذان أول جملة نبتجئ بها الأذان بأن نقول أحسنتم الله أكبر ثم بعد ذلك أحسنتم الله أكبر ثم بعد ذلك أيضا الله أكبر إذن نردد الله أكبر أربع مرات ثم نقول أشهدوا أحسنتم أن لا إله إلا الله أحسنتم أشهدوا أن لا إله إلا الله نكررها مرتين ثم بعد ذلك أشهدوا أحسنتم أن محمد رسول الله نعيد أو نكرر أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أيضا نكررها حي على الصلاة حي على الفلاح أحسنتم حي على الفلاح الله أكبر أحسنتم الله أكبر لا إله إلا الله هذه هي جمل الأذان الآن نريد أن نحسب جمل الأذان فأول جملة نضع أمامها رقم واحد ثم اثنان ثم ثلاثة ثم أربعة إذن فالتكبير يكون أربع مرات ثم أشهد أن لا إله إلا الله تكون أحسنتم الخامسة فحينما نكررها تكون أحسنتم السادسة ثم أشهد أن محمد رسول الله تكون رائع السابعة ثم نكررها فتكون أحسنتم الثامنة ثم بعد ذلك نقول حي على الصلاة وتكون الجملة التاسعة ثم نكررها فتكون العاشرة ثم بعد ذلك نقول حي على الفلاح وتكون الجملة الحادي عشر ثم نكررها وتكون الثانية عشر ثم بعد ذلك نقول الله أكبر تكون الثالث عشر ثم نكررها وتكون الرابع عشر وأخيرا وهي الجملة الخامس عشر لا إله إلا الله إذن بعد أن رقمنا جمل الأذان فنكتب عددها وتكون جمل الأذان خمسة أحسنتم نعم تكون خمسة عشر جملة تكون خمسة عشر جملة عرفنا الآن ألفاظ الأذان وعرفنا أيضا عدد جمل الأذان ننتقل بعد ذلك إلى ما يزاد في أذان الفجر فنحن حينما نسمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر فإنه يزيد بعد قوله حي على الفلاح حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فتكون جمل الأذان في أذان الفجر فقط سبعة عشر جملة بزيادة هاتان الجملتان الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم السؤال الآن لماذا نزيد هاتين الجملتين في أذان الفجر لماذا نزيد الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لماذا أحسنتم نعم نزيد ذلك لتذكير الناس بأهمية الصلاة وأنها خير من النوم لتذكير الناس بأهمية الصلاة وأنها خير من النوم عرفنا الآن ماذا يزاد في أذان صلاة الفجر ننتقل الآن إلى التقويم ونريد أن نتشارك سويا في حله نضع علامة الصح أو الخطأ أمام العبارة الخاطئة عدد جمل الأذان ستة عشر جملة عدد جمل الأذان ستة عشر جملة عبارة ماذا أحسنتم عبارة خاطئة فالصحيح هو خمسة عشر جملة الفقرة الثانية الأذان واجب على النساء الأذان واجب على النساء فنقول ماذا أحسنتم عبارة خاطئة كذلك فالأذان هو واجب على الرجال وهو فرض كفاية الجملة الثالثة الأذان فرض كفاية للصلوات الخمس فقط أحسنتم عبارة صحيحة فالأذان فقط يكون للصلوات الخمس المفروضة ولا يكون للنوافل وإنما يكون للصلوات الخمس هنا نريد أن نبين معنى ما يأتي الأذان ما معنى الأذان معناه أحسنتم نعم معنى الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة الإعلام بدخول وقت الصلاة والفقرة الثانية مدى صوت المؤذن ما معنى مدى صوت المؤذن أي حيث ينتهي أحسنتم نعم معنى ذلك آخر ما يصل إليه صوت المؤذن وينتهي أبين معنى ما يأتي يزاد في أذان الفجر جملتان هما أحسنتم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وتكونان بعد قول المؤذن أحسنتم حي على الفلاح حي على الفلاح الآن أمامكم هذا النشاط ويقول أو هذا السؤال ويقول في مناسبة عائلية أرادت مجموعة من النساء أداء صلاة العشاء جماعة فهل يلزمهن الأذان للصلاة أو لا أنا أريد أن أترك الجواب لكم إخواني وأخواتي وتتأملوا هذا السؤال لمدة دقيقة بقراءة صامتة ثم أعود ونستمع ونتشارك في حل هذا السؤال شكرا 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 إذن إخواني أخواتي ماذا يكون الجواب لهذا السؤال نقول أحسنتم نعم أنه لا يلزمهن الأذان لماذا؟ لأن الأذان هو واجب أو فرض كفاية في حق الرجال فقط دون النساء إذن إخواني أخواتي نكونوا بهذه الفقرة أو بنهاية هذه الفقرة قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم وأتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الدرس وأشكر لكم هذا التفاعل وهذه المشاركات الرائعة والجميلة وبإذن الله تعالى نلقاكم في دروس قادمة إلى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر